خمسة نمور سيبيرية صغيرة استقبلتها حديقة هايلونج يانج المتخصصة في استيلاد النمور السيبيرية في شمال شرق الصين بالوافدين الخمسة الجدد يصبح مجموع ما ولدته إناث النمر السيبيري البالغات في الحديقة هذا العام خمسة وعشرين عادة ما يتزايد موليد النمر السيبيري في شهر مايو ويونيو النمور الوليدة وهي نتاج برنامج للتخصيب الصناعي ستنتظر في الحديقة إلى أن تنمو بما يكفي للتقوة على الدجاج الحي تفتقد هذه النمور بيئة الغابات الطبيعية ولذا فإن إطعامها دجاجات حية يدربها شيئا فشيئا على الصيد وإذا عاشت النمور الصغيرة واكتمل نموها يمكن إطلاقها في الغابات الطبيعية ومن وراء الأسوار تتابع أعداد من السياح والزائرين قطيع النمر السيبيري أما النمور مراتها فتنتظر دورها لعبور تلك الأسوار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر